مرحبا بناتي طلبات وطالبات السنوية العامة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إن هذا إن شاء الله مع امتحانات بكلة السنوية العامة هنحل مع بعض إن شاء الله الامتحان الثاني اللي هو دور ثاني 2002 في البداية أنا بعتذر عن عدم وضوح الرؤية والصورة في الفيديو الأول وإعادكم إن شاء الله إن في هذا الفيديو إن شاء الله هتكون الصورة أوضع والكتابة أوضع حياة نبدأ choose the correct answer from A, B, C, or D number one دكتور إيشا has powerfully for children's right دكتور إيشا باورفل يعني بقوة for children's right لحقوق الطفل أو الأطفال كان بتعملي air give air give معنى كانت تناضل بقوة من أجل children's right حقوق الإنسان إجابة صحيحة لنبر B, air give number two your sister to do her work now خلا باك هنا في كلمة to إيش اللي باجمعها to اللي هي have to, has to إيش اللي حنستعبع تشوت ونستعبع المصد لأن الشوت ومصد باجمعها مصد الفير طب system مفرد ورجعني طبها مفردة مرة شي يقا قولين she has to do her work now number three how quickly can this secretary on the computer يكتبع الكمبيوتر اسمها type يقا type on the computer number d number four هنا في كلمة نور إيش اللي باجمع نور اللي هي نيزر يقا نيزر مونا نور هير براثر اللي هي number a number five space cruisers will probably the earth at a height of 320 km هنا the earth يدور حول الكرة الأرضية كلمة يدور اسمها orbit اللي هي number b number six مونا هير eyes tested last saturday مونا هير ايز تستس يعني عملت اختبار على عينها طبعا هين مش هتعملوا بنفسه ولكن لازم تروا عند الضبيب العيوم يقا قول مونا هاد هير ايز تستس يعني عملت اختبار على عينها هنا في الماضي last saturday number seven the eclipse of the sun is cold كسوف الشمس بنسمي ايه solar eclipse number c number eight what if he had left the meeting هنا had left had left sorry had left ده ماضي تام يقول حالة النادي من if حالة التالتة جواب الشرط تحبقوا فيها ايه would have that baby يقال اجابة what would have happened يعني ماذا كان حيحدث if he had left the meeting number nine that is something used as a paint remover لو مزيل للطلاء اسمه مادة turpentine turpentine مادة بنزيل بها الطلاء لو number b number nine plants can grow without soil بقل نباتات ممكن تنمو بدون تربة soil نقاط they got food from water اذا حصل تعالة طبعهم متاحة من water يقال as long as هنا as long as حسنو اف number eleven my son has been in the music class he would like to practice playing the guitar my son has been enrolled in يقال enrolled in يعني يسجل اسمه في يقال enrolled يقال number eight number twelve it is fantastic film that you can miss you can't miss it the film مراه مش ممكن يفوتك او تفقده هنا في fantastic دي صفة وفين ناون اللي بيجي مع صفة زايد ناون اللي يكلم صاتش ا او ان هنا عشان fantastic او الاف يقال صاتش ا لنصاتش ذات بيجي وراها ا ا او ان قلنا او صفة زايد صفة زايد اسم يقال اجابة number eight thirteen there was an international rescue operation هنا في عملية انقاس عالمية دولية to save abu simple timbers from being ننقذ these timbers المعابد دي ما عابد أبو سمي من اي fluded ننبر دي يعني ان تغرق fluded ننص number fourteen my teacher told me well before giving an answer يقال told me هنا كلام غير مباشر indirect يقال حنربط به بكرمة to that mother fair يقال to thank well طلب مني to thank well ان افكر جيدا قبل ما عضي اجابة اجابة number eight fifteen my mother is in charge of nursing مسؤول عن nursing stuff حلو هايه التمريد stuff اللي هو number d اسمه هيا sixteen that soup tasted delicious عاو السؤال مزايل هنا taste ماضي بسيط يقو حنعو الجملة مسبتة يقو حنعو دانا بكلمة didn't eat عليسه كذلك يا number d seventeen that of the tree is tough outer layer of the trunk يعني هو تمثل الطابقة الخارجية الخشنة لترنك الساق ايهو دا the bark اللي يعني اللوحاء او القشرة الخارجية اسمه bark number b eighteen the interviewer asked the professor طلب من professor he had worked at any foreign universities هنا ask دا سؤال يقو عاوز ادور على ادات ربط ايه ادات الرابط يقولون لو في ادات السؤال حنربو بنفس ادات السؤال ضل ما فيش ادات السؤال في دول يقولون استخدم كلمة f او wither هنا جيب a كلمة wither اللي هو number a يعني هل هو اشتغل في اي جامعات خارجية او اجنبيه nineteen the teacher told us نقاط an interesting story زي فوق في ا او ان زي صفة زي اسم such an interesting story number d دكتور ايشا was one of the most famous women تعتبر واحدا من اشهر النساء in ايجيبشن كالتشا في الثقافة المصرية famous twenty one نو سونا لما يبدأ بنو سونا عرضو لجيب باران هو منها هاد زايد الفاعل يكنو سونا هاد زايد الفاعل يعني بمجرد مهواقا من درجة than the police had to help him برجابة number d twenty two a is a talk to a group people about a subject a talk to يعني حديث موجه الى people مجموعة من الناس ايهو دبقا لكاتشا اللي هاب نسميها محاضرة اوكي I don't mind نقاط tell you return don't worry about it I don't mind اما عندش مانع اللي هي طبعا الفعل في A N G اللي كلمة staying twenty four I think Ali is the best Ali دا طبعا the best candidate candidate يعني مرشح افضل مرشح for the job and he should get it twenty five she is used up late in the morning خلب باك is used يعني جاي فربي قابل used يقف لازل دي استغدم is used to زاد الفعل في ING she is used to getting لنبا c بحضر يقول بعد تو باجي مصدر الفعل لا هنا لنبا لنبا 26 he apologized to the manager هو اعتذر للمدير على اي يقول for arriving اعبو جايز تو بياجور الشخص اعبو جايز فور ياجور الشي لتعذر عنه for arriving late على وصول متأخرة number seven you can go to the park as long as you are home by six o'clock يعني انت حترجع دا نسمح لك go to the park تروح المنتزة دا او الحديقة بس بشارط الضالما as long as you are home يعني حترجع البيت by six o'clock number 28 Dr. Asia برضو for hair by many people شوف by many people مبنية مجهول يعني الناس اعجبت بها for hair courage بسبب شجاعتها لجابة number b was admired 29 I get on well with all my get on well with معنى انا على انسجام مع all my everyone is so friendly لن كل من نص دور اصدقاء ناص و دور ين مين هم اسم neighbors جيران my neighbors يعني جيراني انا على علاقة كويسة معهم اخر جملة the teacher gave each student to do استاذ ادى كل مهمة مهمة اسم task number d الاجابة الصح task to do اذا كان بالنسبة لأول سوار ستجلبوني في الامتحان افضل افضل 30 جملة كما شاهدنا number two ستجلب reading comprehension قطع عليها 10 اسئلة في هندي تشوز وفي دابل اي تشوز تعال ننقل مع بعض بصور القطع عشان نفهمها ونقدر نحل الاسئلة عليها raise the following passage then answer the question قطع بتقول many people believe the legend legion في ناس كتيرة تعتقد أو تصدق the legend that there is a curse on the tomb of توت عن خمون a curse يعني في لعنة سمي لعنة مقبرة توت عن خمون the tomb of توت عن خمون was discovered مقبرة اكتشفت باي لورد كارنيفان ده اسمه واحد مكتشر in 1920 he died from blood poisoning الشخص ده اتوفى بسبب blood poisoning يعني تسمم في الدم حصل له التسمم في الدم امتا 3 months after opening زتون بعد تلك شو من افتتاح المقبرة ده no one would have thought his death had anything في الاول محدش كان اعتقد ان موت ده له had anything to do with the tomb يعني ملهوش علاقة بالمقبرة if it hadn't been for it hadn't been for مقول عبا معنا لو لا ايه حدث if it hadn't been for a letter from the writer ماري كوريليا لو لا في خطاب وصل من واحدة اسمه ماري كوريليا لصحيفة نيويورك ايه بتقول فيه after the death of new york نسباب in this letter letter في الخطاب ده she said that she owned a book بتقول ان هي معها كتاب which told the story of the curse بتحكي قصة كورس اللعن دي not long ago يعني بعدها فترة قليلة the death of lord carnaval an american who said he had caught a cold قالوا ان في واحد american but had caught a cold يعني اصيب بنزل بارد امتا while visiting the tomb اصنام هو بيزور المقبر ارصو ضايت وراجد باردو ضايت as time pass مع مرور الوقت the list of the people who had been punished يعني مجموعة الناس اللي هم عوقبوا by the curse بسبب اللعنة دي grow ابتدأ يزيد and for وقالوا ان في دليل بينما في ناس تاني بيقولوا احنا عندينا دليل for the story to be ignored ان هاز القصة يجب ان ignored يعني تتجاهل المفوض نتجاهلها لا يعني دولا ناس معرضين بيقول مفيش الكلام ده النسان بيموت طبيعي ومالوج دعو بلعنة المقبرة اكي however a number of factors have been forgetting in 1982 an american policeman who had a heart attack في واحد كان بلسمان جتلو heart attack يعني ازمة قلبية claimed it was because he had spent time looking after the tooth and camon exhibition بيقول قال انو سببو انو قال قاعد فترة طويلة بيعتني به look after tooth and camon exhibition يعني المعرض متاع tooth and camon in san francisco he was not believed ولكن كلام دا لم يصدق he was not believed when it was discovered that another man who had actually slept in the tomb while guarding it for seven years بيقول دا في واحد راح وكاعد ينام في المقبرة دي لمدة سبعة سنين لين انو كان ازا قارد انو حارس لها سبعة سنين not only alive دا مش وبس بقى على قيد الحياة كده اثبت ان هاز الحلان دي كلام مزيف او غير حقيقي نرجع للأسرة او سواب يقول لورد كارنوفان ضايت اوف مات بسبب اين طبعا حد لقى فصات رتان عالط بلاد بوزن بلاد بوزن نمبر دي نمبر تو مني بيبل كود نط اجنور في ناس مش هتقدر تتجاهل بسبب بسبب زي هاد تو مات افيدنس از تتان لنفلوك تدا كان رديهم افيدنس يعني في كذا واحد مات عشان كده زي كدن نمبر سري زي نيو يور كلمة نيو يور كلمة ده اسم اي ده في القطع كلمة اسم نيوز بيبل اللي نمبر سي نمبر فور ماري كوريل هاد ابوك ابووت ماري دي عنديها كتاب عن ايه زي ليجان او زاتوم المقبرة كلمة في القطع اللي عيد على مين اللي هو لورد كارنفان الشخص اللي توفى بتسمر في الدم اخر كلمة فور سي مين زي يقصد بيطبع انترو يعني شي غير حقيقي ده ستة أسل بيبقى على هيد تشوز تعال شوف باقي السؤال السابع اللي خلى الناس تعتقد ان موت كارنفان حدث بسابع لعنت توت انخمون تعال نشوف الاجابة في القطع في الاجابة المكتوبة طبعا عندنا الفصات التالية مكتوب نو وان would have thought his دس had anything to do if it hadn't been for the letter الخطاب why did the man sleep in the tomb of tooth and camon for seven years للشخص كان نايم في المقبر المدة السبع سنين طبعا الاجابة موجودة عندك مكتوب he had spent time looking after the tooth and camon exception he had spent the time كان بيقدر الوقت ده كله looking after يعني بيعتني به أو بيحرس يعني as a guard لأنه كان a guard يعني كان حالس number nine why wasn't the american policeman believed ليه قصة الرجدة البوليسمان الامريكان believed لم تصدق برضو حلقا فيه آخر سطرين he was not believed when it was discovered that another man who had actually slept in the tomb while guarding for seven years he was not only alive but in good health لأن اكتشف أن في إن كان عايش هناك لمدة السبع سنين ده مش بس قاعد في الصحة جيدة وان مش بس still alive يعني ما زال عقيد حيا وإنما كمان كان في in good health زو صحة جيدة آخر سؤال number ten do you think there is a curse on the tomb toot an chamon هل انت رأيك انت هل تعتقد ان في لعنة اسم لعنة الفراعنة أو لعنة المقبرة التوت عن خمون لو قلت لياس حقول لي هو لو قلت لي نو هقول لك هو زي ما شفنا في القضاء لو قلت لياس عشان مني بيبو ضايد في ناس كتير توفز لو قلت لي نو لك لأن شخص كان مقبرة وقلت 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 سبع سنين وقلت 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 لك لا نو لعنة فاضة وكلام كذب هذا كان بالنسبة القطعة من القصة نحل الأربعة أسئلة بسرعة ماذا فريد يعني بي قلت استيل من كلمة استيل من كلمة استيل موضوع محايد الموقف متوازي معنى معنى نيزة راسند نو مايكل قد اتاك 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 لان كل واحد ماسك خطأ لان مايكل لان مايكل اتاك مالك الحقيقي كذلك لو راسندر لا يستطيع يقول انه مايكل خطأ في الملك اتاك 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 مايكل ميت راسندر ماذا راسندر اتاك قبل ما راسندر حيغادل ويروح ينقذ الملك مر على فلافيا ايه قال لها؟ قال لانا بسيطة مالك 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 الموقف ليس جيدة ليس ما يرى اذا كان اخت زيارة راح زار فيها في لافيا وقت مالك من راسندر ماذا لما كان في ترننهام في احد طبعا ازاي اصيب في زراعه و من اين حصلو ان روبر اتاك اتاك وقين هو الاستاك وانه اتاك ان روبر اتاك ولكن روبر خدو وراح ايه طبعا طعنو في زراع التلات اصي دا عاز اتاك تفك فيه عشان نشوف المحاصة مع بعض المحاصة بيقول ندا ويحاني ندا بتقوله هل تقرأت جرائد النهار دا؟ طب يس ولا نو نشوف باقي الجملة بيقوله ما فيها؟ يقوله على مقراش؟ هنا هل تقرأت بها؟ يقولها ايه؟ نو اي هافن باقي بيسألها what is there؟ ايه فيها؟ قلت له there is a very attractive advertisement دا فيه اعلان جزاب فين؟ on the third debate في الصفحة الثالثة قالها what is it about؟ عن ايه؟ ندا حتقوله it is about a job دا عاوزين وظيفة قالها a job في علامة الاستفام حتقوله وبيسأله سؤال حتقوله الإجابة هاني حقوله an accountant يقوله ما قال اجاب يقول هاني سأل what is this job؟ ايه هي وظيفة دي؟ حتقوله ايه؟ an accountant يعني عاوزين محاسبين an accountant هاني بيقوله an accountant محاسب this may be a good chance دي تعتبر فرصة جيدة a good chance حتقوله تسأله قالها yes I will when will the application be available will you apply for this job؟ حتقدم للوظيفة دي؟ will you apply for this job؟ قالها yes I will ايه بالفعل when will this application امتى حتبق متاحة؟ قاله and of course معنى yes you can come يمكن خليها سؤال يقول حتقوله can I come with you؟ ممكن اجي معاك؟ قالها of course you can come نعم بالفعل ممكن تيجي محادسة سهلة جدا جدا بسيطة ما فاش اي حاجة الباراغراف طبعا اول حاج بيقولي keeping a clean environment ازاي نحافظ على البيئة دي مسؤولية every citizen كل مواطن number two رقاف التاني how we can encourage tourists from all over the world to visit Egypt اجي ازاي احنا نقدم نشجر سياح شن ياجي يزور مصر مرتان اوكي بعد كده نبدأ بالترجمة translate into Arabic ايجيبت has a strong cultural history some of the greatest Arab writers musician and craftsmen are ايجيبشا هنا حبدأ بالفعل ايجيبت مصر ايجيبت has a strong cultural history cultural history تاريخ ثقافي قوي مصر لديها تاريخ ثقافي قوي ازاي some of the greatest Arab writers نقول بعض الكتاب العرب او العظماء الكتاب العرب و الموسيقين والموسيقين and craftsmen والحرفيين او ايجيبت يكونوا مصريين دي الجملة الاولى والمصر لديها تاريخ ثقافي قوي او عظيم فبعض الكتاب العظماء العرب والموسيقيين والحرفيين يكونوا مصريين الجملة التانية في القرن الماضي في القرن الماضي ان طه حسين ونجيم محفوظ من المحتمل انهم كانوا من أفضل من أشهر الكتاب من أشهر الأدباء في اللغة العربية في القرن الماضي كان طه حسين ونجيم محفوظ من أشهر الأدباء في اللغة العربية ده النوع الأول نبدأ في النوع الثاني نبدأ في النوع الثاني أن الخيال العلمي عادة ما يكون محاولة جادة للكتابة عن شكل الحياة في المستقبل او في عالم آخر حبدأ بالخيال العلمي الخيال العلمي اسمه ساينس فكشن ساينس فكشن عادة أهارت التنبت أهارت التنبت يعني محاولة جادة تورايد كي نكتب من الكتابة تورايد أباوت لايف ستايل نكتب عن شكل الحياة لايف ستايل في المستقبل أو في المستقبل أو في عالم آخر كلام محاولة جادة جملة التانية من حق المواطن أن يحيا حياة كريمة ويتمتع بدخل مادي مناسب ولكن عليه أن يؤدي واجباته تجاه الوطن حبدأ بالمواطن المواطن اسمه يعني لديه الحق أو من حقه يعني يعيش يعني حياة كريمة في كلمة تانا اسمها بعض محترمة يعني أقول استمتع بأستابل إنكم يعني داخل داخل المادي طبعا استابل إنكم يعني داخل المادي مناسب but ولكن he must do his duties يجب عليه do his duties يعني يؤدي واجباته to wear this الوطن ممكن أسميه the homeland هوملاند اللي هو الوطن أنا ما عرفت اش هوملاند أقول له towards the country اللي هي الدولة نحو الدولة بكده يكون خلصنا الامتحان التاني وأتمنى يكون الامتحان بسيط وسهل جدا ويعرفنا نجاوب عليه إن شاء الله المرة إن شاء الله هندخل على امتحان دول أول 2003 أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة